بناء مشروع حزام ذهبي إيراني هذا ما سمه ودعا إليه الجنرال محسن رضاء أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني ومرشح الرئاسة للعام الحالي حزام يمتد من أفغانستان إلى إيران مرورا بالعراق وسوريا فلبنان وصولا إلى مياه البحر الأبيض المتوسط على شواطئ لبنان حزام أكد رضاء إنه يتيح لإيران الضغط والتأثير على القوى الدولية من أجل انتزاع ما يريده النظام في طهران بعد فرض سيطارته بشكل كامل أمنيا واقتصادي وتكنولوجيا على دول في منطقة الشرق الأوسط الجنرال الإيراني برر تصريحاته العدائية بأن معظم الأحداث خلال العشرين عاما الماضية حدثت ضمن دول الحزام المذكورة وبالتالي لابد من فرض إيران هيمنتها على هذا الشريط لأهميته الاستراتيجية محسن رضاء وهو من كبار جنرالات الحرس الثوري ومن المؤيدين والداعمين للتدخل الإيراني في العراق وسوريا واليمن ولبنان لم تكن تصريحاته المتطرفة محض صدفة ولم تثير استهجانا داخل أروقة نظام ولاية الفقيهة فهي أساسا تعد وصلا لدعوات وتصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين كبار ففي هذا السياق قال مستشار الرئيس الإيراني لشؤون الأقليات علي يونسي إن العراق هو عاصمة الإمبراطورية إيران الجديدة أما حيدر مصلحي وزير الاستخبارات الإيراني السابق في حكومة محمود أحمد نجاد فقد أكد بدوره أن إيران تسيطر فعلا على أربع عواصم عربية مشددا على أن ما سماها بالثورة الإيرانية لا تعرف الحدود وهي لكل الشيعة فيما عد ميليشيا الحوثي في اليمن بأنها إحدى نتاجاتها وليس ببعيد فها هو قائد فيلق القدس الإيراني اللواء إسماعيل قآني قال هو الآخر إن إيران مستمرة بفتح بلدان المنطقة نعم هو فتح عقدي طائفي ستظهر ملامحه لمن يتجول بين أطلال مدن كانت عامرة حتى غدت باقايا أنقاض وأهلها بين نازح أو جثة متفسخة كما هو الحال في نينوى والأنبار وصلاح الدين مرورا بحلب وإدلب وغيرها من المدن التي باتت تحت قبضة ميليشيات ووكلاء إيران ترجمة نانسي قنقر